بعد أكثر من عامين على انطلاق جلسات الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس المصري وضمت رموزا متنوعة من الطيارات السياسية وبعد أيام فقط من رفع مجلس الأمناء لتوصياته المتعلقة بالحبس الاحتياطي تم الإعلان عن استجابة الرئيس السيسي للتوصيات المطروحة مكلفا الحكومة بوضع آليات التنفيذ لتشمل تخفيضا للحدود القصوى لمدد الحبس ووضعه كإجراء وقائي دون أن تتحول إلى عقوبة قانونيون وسياسيون رحبوا بالقرار مؤكدين أن القانون المصري يشمل بالفعل البدائل التي توفر ضمانة سير التحقيقات في القضايا مع عدم حبس المتهم لفترات طويلة أنا لا أراحي فقط ما فعله بان الرئاسة لكنني أعتبر يوم سعيد لحقوق الإنسان في الحقيقة القانون المصري لم يجعل حماية التحقيق رهين بحبس المتهم بس أنت في عندك منع المتهم من التحرك حاجة اسمها الحجز المنزلي يقعد في بيته حاجة اسمها لا يتحرك إلا في إطار محافظة معينة أو منطقة جرافية معينة في حاجة اسمها المراقبة الشرطية يعني هناك بدائل في القانون تغني عن استخدام الحبس التحفظي وتتيح المحافظة على سلام التحقيق أيضا خالد داود رئيس حزب الدستور السابق والذي قضى أكثر من 19 شهرا في السجن محبوسا احتياطيا دون تقديمه للمحاكمة رحب بالقرار وطالب أيضا بضرورة مراجعة كشوف المحبوسين احتياطيا من سجناء الرأي وسرعة الإفراج عنهم اللي أنشأ مشكلة الحبس الاحتياطي هو التوسع في إلقاء القابض على المعارضين وأصحاب الرأي وبالتالي إذا توقفت هذه الممارسة فمش هتكون المشكلة بتكمن في القانون المشكلة بتكمن في هذه الممارسة نفسها إلى جانب إطلاق صراح وإجراء عملي على الأرض بإطلاق صراح مئات الناس المحبوسين داخل السجون وكذلك إصدار قرارات بالعفو الرئاسي عن مجموعة من السجناء السياسي المحبوسين منذ ما يزيد على عشر سنوات الآن وحتى الآن لا توجد إحصاءات رسمية دقيقة لأعداد المحبوسين احتياطيا جدير بالذكر أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من قرارات العفو الرئاسي للكثير من السياسيين والنشطين بالإضافة إلى قرار الرئيس السيسي إلغاء قانون الطوارئ قضية الحبس الاحتياطي كانت هاجسا لقطاعات كبيرة من السياسيين والقانونيين والنشطين ويبقى التفاؤل لدى المتابعين بإمكانية تطبيق هذه القرارات خلال المرحلة القصيرة المقبلة أحمد عثمان الحدث القاهرة